بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل وصحب أجمعين أما بعدها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثامنة والثلاثين من برنامجكم صفحات من تاريخ الحديث الذي خصصته للحديث عن احتلال البريطاني لمصر وكنت قد ذكرت التنصير في مصر الحلقة السابقة والحرب على الإسلام في مصر في الحلقة التي قبلها واليوم أواصل في قضية التنصير في مصر لأهميتها الشديدة قضية التطبيب والخدمات الطبية في ذلك الوقت في مصر كان ناس أمس الحاجة للمستشفيات وإلى الأطباء الفلاحون منتشرون والعوز والفقر ذكرته قبل ذلك عند الفلاح هو الأصل والأمراض الكثيرة بسبب الجهل وعدم التعليم لأن التعليم ليس مجانيا ألغي التعليم المجاني على يد الإنجليز والفلاح المسكين هذا اللي كان الدين والربا يحيطه من كل جانب وأوضاعه صعبة ماذا يصنع إذا مرض أو مرض ابنه أو مرض ابنته أو مرض زوجته يذب المستشفى الحكومي يعني محدود القدرات محدود الأسرة محدود الوضع فهنا يأتي دور التنصير أو أثر أو مهمة التنصير ووظيفة التنصير وهي مهمة خطيرة جدا ودنيئة جدا لأنك عندما تستغل حاجات الناس بهذه الطريقة الرجل يأتيك على وشك الموت تجبره إجبارا على الإنجيل وتجبره إجبارا بالتذكرة التي تطبعها له يعني مبلغ رمزي تكتب عليها اليسوع هو سبيل الخلاص يسوع هو الذي يشفيك يعني هذا هنا استغلال حاجات الناس من أجل التنصير بهذه الطريقة وسيلة دنيئة جدا هم ما زالوا إلى اليوم يعني منظمة الطباء بلا حدود منظمة خطيرة اليوم من أكبر منظمات العالم الطبية ومنظمة الأسرانية تعطي الدواء بيد والإنجيل بيد أخرى وهذا يعني التاريخ عيد نفسه أمر متكرر في مصر كذلك الشيء نفسه فكان الفقير أين يذهب؟ يذهب بلاد المستشفيات ليعالج ويجد الترحاب ويجد الوجوه الباسمة ويجد الأسرة النظيفة يذهب إلى الحكومة يجد وجوه العابسة ويجد الأسرة القذرة ويجد المستشفى الصعب أن نتكلم خاصة في المدن البعيدة والقرى الأوضاع صعبة جدا أنا ذاك ما كانت مهيئة والأطباء لا يعالجون مريضة أبدا حتى يعترف أن المسيح هو الذي يشفيه ويبدأون يعالجونه وهناك طبعا عدة مستشفيات في مصر كانت على رأسها مستشفى هرمل الإنجليزي هذا مستشفى عجيب كان في مصر القديمة لأن مصر القديمة هي الطريق إلى الأحياء الشعبية المكتظة بالسكان وطريق إلى الأحياء التي فيها جهل كبير وقلة الوعي فهذه فرصة للمنصرين في تلك الأماكن ويتحملون يتحملون جهل الناس وجفاء الناس وقلة اللياقة واللباقة عند الناس كلها تتحملوا صدر رحبة وبابتسامة لأنهم أصحاب هدف وغاية أصحاب غرض فأيضا المستشفى هذا قريب من قصر العيني وهذه خطة ماكرة لأن قصر العيني مستشفى محدود القدرات محدود الإمكانات فإذا ما يذب إليه الفلاح أو الضعيف أو كذا وما يعالج يذب إذن مستشفى هرمل الذي يجب جواره مستشفى قريب جدا ونظيف ومتميز إلى آخره فلماذا إذن يتعب هذا الفقير أو الفلاح المسكين والعجيب يعني حيال الإنجليز ذاتك تنتهي ومكرهم لا يكاد ينتهي التذكرة إلى الساعة الثامنة صباحا مجانا تذكرة الكشف بعد الثامنة بخمسة قروش وهي مبلغ يعني ما أقول رمزي أنا ذاك مبلغ كبير نسبيا لكن هذا بعد الثامنة قبل الثامنة مجانا لماذا حتى يجتمع الناس قبل الثامنة فيأتي هذا المنصر ليتلوا عليهم قصصا من إنجيل أو يرتل تراتيل إنجيلية أو يبين لهم أن المسيح هو الذي يشفيهم وأنه هو الذي يأخذ بعيدهم انظروا للمكر العجيب بهذه الطريقة وأيضا لا يقصرون في تناول الدين الإسلامي بالهمز واللمز والغمز والطعن في كل مناسبة تتاح لهم وفي كل طريقة يجدونها ملائمة لحالهم وطبعا من كان مريضا مرض خطير يعيدونه بالعلاج ومن كان بحاجة لعمل يعيدونه بالبحث عن عمل هذا المستشفى هذا ليس مكانا اجتماعيا للبحث الناس عن عمل لكن انظروا لأصحاب الغايات والأهداف ولذلك أحرى بنا نحن أن نتحرك أن يكوننا عمل مشابه لهذه التضحيات وهذه الأعمال ودين ودين الحق ودين ودين الباطل طيب وطبعا من كانت أرملة أخذوا أولادها إلى الملاجئ وحسبك أن تعلم أن الملاجئ ينصر فيها الناس طبعا لأن المرأة تترك أولادها في الملاجئ وممنوع أن تكون معهم ويتولون أولادها بالعناية الكبيرة ومن هذه العناية طبعا التنصير والهدايا تعطى للمريض باسم المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسنيم وهو بريء منه ومن أحوالهم وإذا دخل المريض المستشفى ليمكث فيه عليه أن يحضر صلاة الأحد وعليه أن يسمع المنصر وهو يلقي دروس النصرانية وعليه أن يسمع غمز في الإسلام وطعن فيه وفي دينه وفي نبيه العظيم صلوات الله وسلامه عليه قصة لا تكاد تنتهي يعني في الحقيقة ولم تختلف هذه المستشفيات مستشفى هرمل مثل الإنجليزي مثل مستشفى أسيوت الأمريكي مثل مستشفى طنطة الأمريكي كلها يعني نسخة واحدة العمل مكرر فالتطبيب كان وسيلة كبيرة جدا لكن بعد وسيلة التعليم من وسائل التنصير العمال الاجتماعية أيضا إنشاء النوادي إنشاء الملاجئ والعجيب أن بعض الملاجئ ماذا يصنعون يقولون للناس من كان عندها ولد أتت به أكرمكم الله وعافاكم عن طريق الزنا فلتأتي به وتضاع عند الباب وتقرأ الجرس فقط وتتركه وتمشي ما تعرف عليه بعد ذلك فتأتي هذه المرأة المبتلى بالعياذ بالله بهذا الحمل غير الشرعي وتضاع عند الباب وتدق الجرس تنزل الراهبة تأخذ الطفل هذا الطفل انتهى خلاص هذا الطفل دخل سلك مسلك النصارى ودخل في سلك التنصير هذا يجري في بلاد مسلمة تصوروا هذا الحال فهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا وملاجئ كثيرة ملجأ ليليان ملجأ أمريكي ملجأ سان لوي في العباسية في القاهرة ملاجئ ملاجئ كثيرة وكثيرة جدا بهذه الطريقة يأخذون الأولاد ويشجعون النساء على الزنا ولياذ بالله ليفسد النسوة ويفسد المجتمع مع فساد النسوة وفي الوقت النفسية يستفيدون من الأولاد وقطاء هؤلاء ليكونوا نصارى بعد ذلك في مصر ولياذ بالله وأنشأوا جمعيات جمعية الشبان المسلمين جمعية الشابات جمعية شبان المسيحيين جمعية الشابات المسيحيات وفي هذه طبعا فيها حفلات وترويج وترويح واستجمام ورحلات خارجية وداخلية وحسبك بهذا يعني جذبا جذبا للمصريين الفقراء المساكين الذين لا يجدون من يعنا بهم ويهتم بهم ومفتوحة طبعا هذه جمعية شبان المسيحيين نعم بالاسم لكنها مفتوحة للمسلمين لمن أراد أن يأتي هذا مرحب به طبعا يأتي ويرحب به وما عنده أي مشكلة في دخول مثل هذه الجمعيات ودخول هذه الأندية ما عنده أي اشكال أيضا من الوسيلة الرابعة بعد التعليم والتطبيب والوسائل الاجتماعية الكتب وطبع الكتب الفاخرة جدا والمجلد تجليدا رائعا بأسعار شبه رمزية أو توزيع المجاني في أوقات معينة أو جوائز على الطلاب في المدارس أو جوائز أو هدايا لمن يأتي في مستشفياتهم أو هدايا في أنشطة الاجتماعية وفي الرحلات فيأخذها الإنسان إلى بيته فيضل بها والعياذ بالله وسائل مركزة لغزو العالم الإسلامي وقلبه مصر غزوه غزوا مباشرا قويا واستغلوا فرصة أن مصر تحت الاحتلال الإنجليزي وأن الحكومة فيها حكومة ضعيفة تحت الاحتلال الإنجليزي لا تملك نفسها حولا ولا طولا فاستغلوا هذا أبشع استغلال وأسوأ استغلال وستطاعوا فعلا أن يؤثروا في جملة من المسلمين من تنصر منهم كان قليلا من المسلمين كان قليلا جدا لكن من تأثر بهذه الشبهات كان عددا كبيرا جدا لذلك هم هذا مرادهم هم يعرفون أن المسلم لا يترك دينه بسهولة يعني وقد يكون هذا شبه مستحيل لكنهم يعرفون أيضا في الوقت نفسه أنهم يستطيعون أن بالنسبة للجهال ناقصي العلم ناقصي الثقافة ناقصي المعرفة ناقصي الوعي والفهم يستطيعون أن يؤثر فيهم بالشبهات التي لا تكاد تفتر في مستشفياتهم ومدارسهم وملاجئهم وأنديتهم وجمعياتهم وكل هذه الأماكن وكتبهم التي تطبعونها لا تكاد تفتر أو لا يكاد يفتر سيلة شبهات التي يريدونها فيعرفون أنه سيؤثر سلبا في المسلمين وفي أفكار المسلمين وعقليات المسلمين وهذا هو مرادهم كما قلت لكم من قبل هذا هو المراد الأصلي إخراج المسلم من دينه وجعله ليس بمسلم وليهم بعد ذلك دخل النصرانية ما دخل النصرانية هذه قضية عندهم قضية أخرى تأتي في مرحلة الثانية أهم شيء أن لا يستمسك المسلم بإسلامه هذا أهم شيء عندهم أن لا يستمسك المسلم بإسلامه أن يبقى ضعيفا أن يبقى بعيدا عن هذا الدين أن يبقى ذهنه فيه تشوش فيه اختلاط في المعلومات عن هذا الدين من الذي يجيبه إذن كيف هذه المعلومات سيصححها هل سيجد شخص مناسب إذا صحيحها له أو لا هل ستبقى شبهة في ذهنه تلقى وينقلها لأولاده من بعده والوضع الصعب وخطير لذلك اليوم لا نستغر من شاهد جماعات من المسلمين أفكارهم عجيبة طرائق تفكيرهم عجيبة نظراتهم للدنيا والآخرة نظرات عجيبة تصوراتهم في اختلال والسبب هو ما يلقى عليه من شبهات وهل كف النصارى يوما عن إثارة شبهات ضد الإسلام والمسلمين أبدا هذه يعني القنوات اليوم نصرانية غربية وعربية تفت في عضد المسلمين وتنشر بينهم الشائعات تنشر بينهم شبهات وتنشر بينهم الاستهزاء بالرسول الأعظم صلاة ربي وسلامه عليه بيابه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم تنشر فيهم الشبهات حول التاريخ الإسلامي تنشر فيهم كل سيئة وباطلة ولا تجد الأسف الشديد في المقابل لا تجد أخي وأختي لا تجداني في المقابل مثلا قنوات قوية تقف وترد هذا الكيد إلا القليل وقليل جدا وهذا أمر خطير لأنه كما قلت لكم يؤثر في العقلية وتكوين العقلية الإسلامية في النهاية أيضا عن طريق الصحف والمجلات يعني أنا أذكر لكم حادثة واحدة فقط قال لي الإخوة في قيرغيزيا قيرغيزستان هي أحدى جمهوريات الخمس المكونة للتركستان الغربية لتركستان الغربية وتركستان الشرقية تحت الصين اللي تسمى اليوم زورا نبوهتانا بسينك يانك الأرض الجديدة وتحت الصين وإخوانه هناك بالملايين لا يدري بهم أحد أسف الشديد التركستان الغربية كانت تحت الاتحاد السوفية الهالك الذي أهلكه الله بفضله ومنته استقلت هذه جمهوريات الخمس بعد سقوط الاتحاد السوفيتي فهي أزباكستان وطاجكستان وتركومانستان وقزاقستان وقيرغيزستان كنت في قيرغيزيا في دورة شرعية فقالوا لي سكان قيرغيزيا خمسة ملايين قالوا لي منظمة ألمانية نصرانية واحدة اسمعوا يا إخوة منظمة ألمانية نصرانية واحدة تطبع خمسة ملايين مجلة قلتوا ليش العدد هذا قالوا والله خمسة ملايين خمسة ملايين مجلة للأطفال الصغار للأطفال المراهقين لأوشكوا على المراهقة للمراهقين للشباب للذكور للإناث للعجزة للكبار للصغار لكل أفراد المجتمع توزع خمسة ملايين نسخة شهريا أو سبوعيا نسيت من هذه المجلة الرائعة في طباعتها في كتابتها في سقل ورقها في كل شيء انظروا كيف يبذلون لدينهم هذا البذل العجيب والعجيب جدا بعد الفاصل إن شاء الله سأذكر لكم ماذا صنع المصريون لرد هذا الأمر وكيف استطاعوا أن يقفوا في وجه هؤلاء وهل استطاعوا أن يقفوا أصلا أو لا بعد الفاصل إن شاء الله السلام عليكم مرة أخرى يا أخوة الأخوات بعد الفاصل كنت تتحدث عن نشاط التنصيري في مصر والمصريون جزاهم الله خيرا أولا ما استجابوا لهذا النشاط الاستجابة المرجوة عند الإنجليز وعند غير الإنجليز والأمر الثاني ربما تأثروا ببعض الشبهات وبعض الأفكار السيئة لكن جاء دعاة أزالوا مثل هذه الأفكار أو أزالوا أكثرها وثبتوا الإسلام في المجتمع المصري بفضل الله تعالى ومنته لكن ماذا جرى أنا أتحدث ماذا جرى أثناء هذه الحملة النصرانية الكبيرة الغربية على مصر الأستاذ الأستاذ نحمد عبدو كان له أثر أيضا في بدايات في التذكير والتنبيه لهذه القضية فاقترح المجلس المعارف الأعلى الذي ألف في مصر سنة 1298 هجرية سنة واحدة قبل الاحتلال الإنجليزي سنة 1881 ميلادية أن يقرر جعل جميع المدارس الأجنبية في القطر المصري تحت مراقبة الحكومة وتفتيشها طبعا مجلس المعارف الأعلى هذا فيه أعضاء أجانب فعارضوا فسقط هذا الاقتراح لا يريدون أي تفتيش لا يريدون أي مراقبة من الحكومة لهذه المدارس وهذا أمر معلوم طبعا ولما كان ما كان من الاحتلال الإنجليزي فأوكلت مهمة التدريس والمعارف في مصر في مصر كلها إلى هذا القسيس دنلب ذكرت لكم من قبل الماكر الخبيث الذي فعل ما فعل بالتعليم الإسلامي ونشر التعليم النصراني والمدارس النصرانية وذكرت لكم حلقة سابقة ما أريد أن أعيد هذه القضية وزاعة الأوقاف في مصر بنت مستشفى بجوار المستشفى هرمل ذكرت لكم أنا في الحلقة في الأول حلقة هذه المستشفى هرمل هذا بنت بجوار مستشفى حتى يعني ما يذهب هؤلاء المصريون إلى مستشفى هرمل يذهب إلى مستشفى تبنيه ذات الأوقاف أمر كتشنر كتشنر أمر والحاكم الأعلى العسكري في مصر بهدم هذا المستشفى انظروا لحقوق الإنسان والإنسانية الرائعة التي يتبجح بها الإنجليز واصدعون بها طويلا واصموا آذاننا بها طويلا يعني انظروا ماذا يصنعون لكن فضل الله الله صرف هذا الخبيث وأخرجه من مصر قبل أن يصر على إنفاذ القرار فضل الله أيضا كتشنر هذا وهو من أخبث الإنجليز في مصر وسأتي الحديث عنه إن شاء الله في حملة السودان هذا كتشنر أمر بإغلاق مجلة المنار مجلة المنار على رأسها الأستاذ محمد رشيد رضا أستاذ كبير لبناني خرج من لبنان واستقر بمصر ومات فيها رحمه الله هذا رجل له أثر كبير في الحقيقة بإنشاء مجلة المنار كان تلميذ عند الأستاذ محمد عبد وهو في الحقيقة استقل عن محمد عبد فكريا وبعد وفاة محمد عبد واستقل سار له مدرسة خاصة به وهو فكريا و شرعيا في الحقيقة ما هي كلمة مناسبة لأقول هو أقوى من محمد عبده أقوى من محمد عبده في هذه القضايا الوعي ارتقى وهو كان في الحقيقة قد استقل من تأثير الأفغاني الذي أسر به محمد عبده أسرا كبيرا وكان ما ليس وقت الحديث عن محمد عبده الأفغاني ورشيد الرضا لكن فقط تعريف سريع فرشيد الرضا أصدر هذه المجلة المنار مجلة رائعة جدا انتشرت من المغرب إلى الهند ومن تركيا إلى ترانسفال أي جنوب أفريقيا وكان أثر كبير كبير جدا في العالم الإسلامي ولها هيبة ولا صدى لمقالاتها إلى آخره فالكتشينار أمر بإلغاء المنار واستغل فرصة أن هناك أحد الأطباء كتب مقالا قويا ضد التنصير فكتشينار أمر طبعا نصح كالعادة الحكومة المصرية بإغلاق المنار ونصائح الإنجليز أوامر فكان هناك رجلاني في الحقيقة في مصر حتى نعرف أن حتى لو كان المسؤولون ضعافا أو حتى لو كان مسؤولون في الصورة في العالم الإسلامي أنهم متعاونون مع الاحتلال الأجنبي أو مع الأجانب لكن في قرارة أنفسي كثير منهم الإسلام باقي ويحبون الإسلام وإن ضعفوا وإن ذهبوا طويلا في طريق الغي والمنكرات والشبهات والشهوات لكن يبقى الإسلام جذوته خامدة نوعا ما لكن تتقد في بعض الحوادث هنا محمد سعيد باشا كان رئيس الوزراء آنذاك وعبد الخالق ثروة كان النائب العام فطلب من اتصل عبد الخالق ثروة برشيد رضا بالهاتف كان أوائل دخول الهاتف إلى مصر طلب منه أن يأتي إليه قالوا أنه شغول الآن وفي دار من الدور ودرس وكذا قال أنا آتي إليك انظروا كيف يعني عبد الخالق ثروة باشا كان نائب العام لكن بعد ذلك كان رئيس الوزراء في مصر وله ثقل كبير وكبير جدا فأتى إلى رشيد رضا وخبره بالخبر أن اللورد يريد أن يغلق المنار وكذا بسبب ما كتبه الدكتور اسم محمد صدقي وتصرف وكذا تعال أنت والدكتور إلى مكتب الوزير رئيس الوزراء محمد سعيد باشا أكون معكم ونتحرك ونتصرف فاتفقوا وتقابلوا بحقيقة محمد سعيد باشا كلم رشيد ديض هذا كلاما رائعا جدا وقال له أنت ما تكتب تكتب وهو عبد الخالق ثروة قال له أنت تكتب بطريقة لطيفة وترد على شبهات المنصرين وكذا لكنك لا تهاجم الدين النصراني نفس يعني في قواعده نفسها فبينما هذا هاجم وسفف الهجوم وفعل شيئا كبيرا فأوقفه ودعنا نرضي اللورد كتشنر بهذا يعني أوقف هذا الطبيب عن كتابه وأنه مشي المجلة وتظل ماشية وكذا وهذا الذي صنعوه هذه الحادثة طبعا بيّن كلام طويل رشيد الرضا وذكر هذا في المنار لمن أراد أن يرجع يعني في مجلدات واحد مجلدة حادي والثلاثون صفحة 23 إلى 24 ذكر هذا وذكر أن أنا ما أتكلمت إلا على أدافع عن ديني الذي يتهم والذي هم أولئي يأكلون له شبهات وكذا فذكر بالتفصيل لكن أنا أردت هذه الحادثة حتى أدلل على أن في مصر رجالا في كل زمان ومكان وحتى لو كان هؤلاء الرجال لهم زلات وهنات مثل محمد سعيد باشا عبدالخي كل هؤلاء كان لهم مساعدة للإنجليز واجأوا بآخر وكانوا أركان الحكومة لدى الإنجليز لكن الإسلام سبحان الله بقي في قلوبهم وعقولهم أيضا حتى تواجه يواجه المصريون هذا التنصير وهذه الهجمة الهائلة من الإرساليات اتفقوا مع الأستاذ محمد مصطفى المراغي وهذا محمد مصطفى المراغي كان شيخ أزهر في مصر وكان رجلا قويا ومن تلاميذ حمد عبده وكان فيه قوة وحزم ونحن نريد الرجل الصالح العاقل العالم يكون قويا وحازما ينجز الله تعالى على يديه كثيرا من الأعمال فهذا الرجل اجتمعوا في جمعية شبان المسلمين يتداولون الأمر مع مجموعة من الكبار والوجهاء وأصحاب المناصب في مصر كيف نفعل بهذه القضية ووصل الأمر إلى تهديد البنات في المدارس وأن البنات في المدارس أصبحنا مهددات بهذا الفكر وبهذه الإباحية النصرانية التي أتت وبهذه الشهوات والشبهات النصرانية أتت فأصحاب الغير اجتمعوا واتفقوا وينشؤون جمعية اسمها جمعية الدفاع عن الإسلام جمعية تدافع الإسلام ضد هذا السير الهادر من الفوضى التنصيرية اسمعوا ويعني ترسل رسائل للحكومة وترسل رسائل للدعاية لها في مصر وخارج مصر وإلى خطباء المساجد وعظة الاشتراك معهم في الجمعية وأن توجه الدعاء والعلماء في مصر للمشاركة في الحملة يعني جمعية مشروعة جدا في بلد يعني أكثر من 90% منهم مسلمون وفي بلد الإسلام وقبلة المسلمين في العالم بعد مكة فماذا حدث اسمعوا ما رضيت ما رضي الأوروبيون بهذا الذي حدث أن الخبر نزل كالصائق على رؤوس الكتاب في إنجلترا وفي غير إنجلترا وعلى جمعيات التنصير وحسبوا هذه الجمعيات ألف حساب لهذه الجمعية الجديدة الوليدة التي ما عملت ما عملت هذه الجمعية ما اشتغلت لكن انظروا للتخوف من كل عمل إسلامي يقوم في وجههم لأنهم يعرفون أن الإسلام دين الحق وأنه دين القوة وأنه لا يمكن أن يقف في وجهه التنصير ولا اليهود ولا أي مذهب في الدنيا ولا أي دين في الدنيا في الأرض يقف أمام الإسلام الحقيقي ما يمكن مستحيل فخافوا طبعا وجرائد الإنجليزية الكبرى أعلنت في عاصمتها في لندن هذا الخوف انظروا كيف وجميع ما بدأت بعد وظاهرتها الجرائد الألمانية والجرائد الأمريكية وطبعا إلى الجرائد اللاتينية في إيطاليا طبعا الذي حدث هنا أن الحكومة الإنجليزية نصحت الحكومة المصرية كالعادة ونصائح الإنجليز أوامر نصحت الحكومة المصرية قالت لها اغلق هذه الجمعية وجمعية ما بدأت بعد يعني بدأت التحركات الأولى الأولية ما ظهر بعد ولا شيء من أعمالها فالحكومة طبعا التي تحت سيطرة الإنجليز ما ملكت إلى أن تغلق تغلق هذه الجمعية وإن الله وإن إليه راجعون أغلقت الجمعية وفي لوقت نفسه أوكلت لهيئة كبار العلماء كانت هيئة هذه موجودة عام الملكية في مصر وعام الإنجليز فلما جاء عبد الناصر ألغى لهيئة كبار العلماء يعني إن الله إن إليه الراجع المهم فمنعت هذه الجمعية ومنعت اجتماعاتها ومنعت الناس من أن يشتركوا فيها أو أن يتحدثوا باسمها كل هذا تخوف من الأوروبيين وحتى الأمريكان يتكلمون في جرائدهم عن هذه الجمعية الوليدة وقالوا هذا تعصب إسلامي وهذا وهذا انظروا كل العمل ذكرت لكم عن التنصير في مصر والتعليم والتطبيب والخدمات الاجتماعية والملاجئ والأندية والكتب كل هذا ليس بخطر لكن جمعية تقوم لدفاع الإسلام وتبين الإسلام لأهلي ورد الشبهات لا هذا خطر كبير جدا ويتردد صداه في جرائد أوروبا وجرائد أمريكا شيء عجيب فعلا حرص القوم على محاصرة الإسلام ومحاصرة المسلمين ووأد كل عمل إسلامي في مهده حرص عجيب وعجيب جدا في الحقيقة طبعا أمرت شيخة الأزهر بتأليف لجنة من هيئة كبار علماء تقوم بما تراه الحكومة من الواجف في هذا الباب طبعا لا الهيئة اجتمعت وإذا اجتمعت ما عملت ولا جمعية الدفاع عن الإسلام سمحوا لا بالعمل وأوقفوها إيقافا ظالما فكان هذا الذي نرى وإن الله وإن إليه راجعون يعني هذا الكيد كيدت به هذه الجمعية وأغلقت بعد ذلك وهذا يدلنا طبعا بوضوح على أن هؤلاء لا يسكتون على أي مقاومة إسلامية على أي جمعية تقوم أو جماعة إسلامية هؤلاء يئدون كل محاولات المسلمين في العودة إلى سيادتهم وإلى التمكين من جديد فإذا كان جمعية صغيرة دفاع عن المسلمين قامت ولم تعمل بعد لقت هذا الصدى كله فماذا نقول عن الأعمال الأكبر والأطخام والأعظم بعد ذلك التي صارت في مصر دفاعا عن الإسلام والمسلمين بهاتين الحلقتين التنصير في مصر وبالحلقة التي قبلها هاتين الحلقتين الحرب على الإسلام في مصر في الحقيقة يمكن أن تتضح الصورة الآن الإخوة والأخوات صورة الكيد العالمي الممثل في الكيد الإنجليزي والأوروبي للإسلام في مصر لكن الله رد كيدهم في نحرهم وأبقى الإسلام شامخا عظيما وأبقى المسلمين فضل الله تعالى في الجملة مستمسكين بدينهم مفتخرين به ومعتزين به والله الفضل والمنة العظمى في كل وقت وفي كل حين إلى اللقاء الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته